بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة ونتحدث اليوم إن شاء الله عن الفاول أصوات الفاول أصوات العلة لشرح مادة الصود المرحلة الأولى وخلي شوف شنو اليوم المقصود بالفاول الفاول is a speech sound هي أصوات كلامية that is articulated without any culture in the vocal track الفاول هي أصوات العلة التي تنطق بدون أي إغلاق أو بدون أي إعاقة لمجر الهواء من الرأتين إلى الخارج لذلك نسميها فاول هي الأصوات التي تخرج بدون إعاقة لمجر الهواء بس من أقول الهواء يخرج بدون إعاقة كيف تقدر توصف العلة؟ كيف تقدر توصف العلال؟ كيف تقدر توصف العلال؟ كيف تقدر توصف العلال؟ أو يقولك توصف العلال؟ انت من يشوف حتشيل ذن النقاط ارتفاع اللسان من خلال طريقة الارتفاع موقع اللسان موقع اللسان يختلف ومن خلال حركة الشفتين The Lip Shaping شكل الشباه عفوا شكل الشباه شايب يعني أشكال الشفاء هي اللي راح تحدد لي أصوات العلة فهنا أشوف هذا الشكل طبعا هذا الشكل يقول لك open close front هسه هذا شلون يعني اللسان بها front أمامي open الشفاء مفتوحة close back يعني من يكون اللسان هنا هذا back من يكون اللسان هنا front each وطبعا كل أصوات كل صوت راح يكون إلى حالة فمثلا ارتفاع اللسان اللسان ممكن يكون مرتفع ممكن يكون وسط ممكن يكون منخفض الموقع اللسان ممكن يكون front ممكن يكون central ممكن يكون back هذن يجن فراغات ارتفاع اللسان ممكن يكون موقع اللسان ممكن يجوك شكل الشفاء شلون تكون spread neutral unrounded يعني دائرية هذن شكل الشفاء شلون ممكن يكون زين عيني بالنسبة أيضا عندنا symbol vowels أصوات العلة تقسم إلى أصوات البسيطة وأيضا هو هذا الرسم جدا مهم لازم ينحفظ هو هذه الصفات وهذه الأصوات كل مهمة أيضا هذا الأشكال إن شاء الله نتحدث عليها هس راح نجي العام هددهم عشرين عدنا اطناعش من عدهم symbol لأنك يجنك فراغات symbol أصوات العلة البسيطة يقول لك a vowel is a vowel which consist of one only one single هو أصوات العلة التي تتكون من صوت إلا واحد ممكن تكون طويلة أو قصيرة هذا فراغات هي جنك أيضا أيضا جنك فراغات الأصوات البسيطة ممكن تكون طويلة أو قصيرة فنبدأ بالشورت يقول English short vowels are vowels that are pronounced in a short form هي أصوات العلة التي تنطق بالشكل القصير وهم عددهم سبعة وهذا الرسم جدا مهم يساعدنا حتى نفهم الأصوات فمثلا صوت E وهذا الشكل لازم ينحفظ بالمحاضرة الجاية إذا الله يسر أفهمكم شلون راح تفهمون ذني وشلون راح تأخذون هاي الصفات من خلال هذا الشكل بملزمتي ملزمت الصوت إن شاء الله لأن بيها تأشيرات ملونة وأنا حاضر لأي سؤال أو استفسار وبالنسبة لطلاب اللي سئلوني عن الدورات نعم حاليا موجودة دورات أونلاين على تطبيق الجوجل ميت يشتركون طلاب عبقروب يتواصلون وياه يتواصل لممثل يشتركون يمي حسب الجامعة مثلا جامعة البغداد جامعة نتفق على وقت وندرسهم حسب ما هم يردون نفس هذا الدروس وإحنا أيضا إن شاء الله مهم قسر مياكم على اليوتيوب وضعك الماد ما يسمح لك تقدر تشوف على الدروس تحب تشترك ويانا ويجور جدا مناسبة حياك الله وألفها لبيك وإن شاء الله يا ربي هذه الدروس استفاديتوا من عدها وقدمنا لكم شيء يخدمكم تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته